تنظم اليوم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين صالون نقاشيا حول قضايا المحور المجتمعي في الحوار الوطني وذلك في إطار الفعاليات التي تنظمها التنسيقية حول القضايا المطروحة ضمن الحوار الوطني هذا وتدور الجلسة الأولى من صالون حول ملف التعليم قبل الجامعي وتناول مناقشة عدة محاور منها أهمية قرار رئيس سيسي بقيام الحكومة بتسليم مجلس أمناء الحوار الوطني مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأهلي للتعليم والتدريب لمناقشته في جلسة الحوار الوطني كما تناقش الجلسة الثانية ملف القضية السكانية وخطورتها على المجتمع